يوصلنا لتسعة وستاشن دقيقة أهلا وسهلا ومرحبا بكم موزيكا وغنية تعمل ستة وستين كيف مازالوا ثم على الأقل مرسويت مزينين يستنوا فيكم في بقية ساعتنا الثالثة والأخيرة من برايم تايم لليومة للأسف الشديد شنرجع ونحكيه على واقعة البارح تقريبا كل مواقع توصل الاجتماعي حكيت فيها أيضا زادة كيف كيف فصار فيها استنكار من خلال بيانات والأحديث لمكونات المجتمع المدني نلقاول مرة أخرى مأساة تجدد في جرائم وارتفاع من سوب العنف خاصة نحكيه العنف المسجل ضد النساء بعد الجريمة البشعة والصور البشعة لدارة البارح على الفتاة العمرها 18 سنة لتعرضت للاغتصاب وتم تصويرها وتعذيبها بطريقة وحشية من قبل عونا حرس أصيل معتمدية نصر الله ويخدم في ولاية القصرين يبدو أن الجريمة صارت في ولاية سوسا وأن النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بالقيروان أصدرت بطاقة إداع بالسجن في حق اللعاون هذية وليبدو أن العملية صارت عملية انتقامية من أختها بليتو اللي كانت تربطوا بها علاقة العنف هذية يتجسد من خلال الأرقام وقت نلقاه والمرصد الاجتماعي التونسي يأكد في آخر تحيين ليه أنه العنف الفردي ارتفع في شهر نوفمبر فقط 2021 بنسبة 62.5% مقابل 48% من نفس الحجم من تعالي العنف هذية المرصود في شهر أكتوبر معناه في شهر واحد شوفوا قداش نسبة الارتفاع متاع الأرقام يقول زادة كيف تم تسجيل في السنوات والأشهر الأخيرة ارتفاع لنعنف في شكله الإجرامي اللي موجود في المرط بالولة في سلم العنف المرصود من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي وينوصل للـ 70.5% هذية العنف الإجرامي من مجموع العنف يليه العنف المؤسساتي اللي كان في حدود 12.5% ثم في المرط بالثالث العنف الاقتصادي بعشرة فاصل أربعة بالمية كيف كيف العنف الفضاء العام في مشارع وسائل النقل هو بالنسبة الأكبر من أحداث العنف المساجلة خلال شهر نوفمبر بنسبة 33.4% من مجموع العنف يجي بعدها العنف الفضاء التربوي والفضاء الجامعي بين زادة كيف كيف الفضاء الأسري بنسبة 18.8% اللقاء واليوم زادة كيف كيف رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في جريدة المغرب في حيوار لها جريدة المغرب حكيت على مسيرة باش تكون في عشرة ديسمبر باش تكون مسيرة صامتة تقول باش نرتدي اللباس الأسود لدق نقوس الخطر من جرائم تقتيل للنساء في شهر واحد تقول الجمعية أحصت أقل من شهر ونصف ما يزيد على 500 امرأة معنفة في شهر فقط كيف زادة نلقاو رئيس الجمعية النساء التونسيات السيدة مفيدة العبيسي تقول أنه العنف المصلة ضد المراهقات والفتيات من الموضوع المسكوت عليها في المجتمع المدني باعتبار أنه ثم حاجة زمتع الصمت والخوف لأنهم موجودين تحت سيطرة الأولياء اللي يمثلوا العنف الأكبر اللي والممارسية العنف الأكبر في داخل المحيط الأسري وأنه حوالي 80% من الأطفال يتعرضوا إلى العنف الوسط العائلي وأنه الأولياء يبر العنف فذي كأدات تربوية شوفت مني نبدايو لنوصله في الأسرة من الأسرة الأسرة التونسية مريضة وسكيزوفرانية وبصراحة سماليس يتقاه يخبط في أولاده في مرته في بناته حزارة خارجه على اللزوم توجس كأيني الطفلة معناها ملي تتولد ملي هي صغيرة يبدأوا معناها يعقدوا فيها ما تلعبش ما تعماش كذا متحر سقيك متحرس كذا متجريك ما تسهرش الطفلة ما تلعبش حتى مع أقرانها واصدقائها ما زلت بريئة ما تعرفش شي من الدنيا تكبروا وليوا نحضر عليها من بعد وليوا نضربوها من بعد وليوا أخوتها كيف كيف يبتزو فيها يعني بكل صراحة الأسرة العنف جاي من الأسرة أساسا التونسي ما زل عنيف في عائلته يضرب مرته يضرب ولده ثمانسي يضربوا جائلهم من تجاه العام يخلق لك العقد والتلهدين والكذب ويخلق لك معناها عقد من بعد تظهر وكل شي يظهر في الطفولة الصغيرة يسميها البتيتة انفونس يعني التفل بين ثلاثة وخمسة ستين لو ستة وسبعة سنين لو تتقد أشياء تدخل في المخيلة متاعه وفي اللواعي متاعه تنجم بعد تظهر بعد ثلاثين اربعين سنين عقد ومشاكل كما هك يعني بكل صراحة نتعرضه في الصغر بشي بميرسون بعد هو دي جاه على عيلته وعلى أطفاله وبشوية بشوية بشوية بالنسبة لي العلاقة هي علاقة الخوف وعلاقة التلهدين وعلاقة الكذب وعلاقة العنف بينشول ثم منظومة عقابية ومنظومة خلنا نقول ولا دعية حتى عم الولياء مع ولادهم لكن الاقناع هو أفضل لحاجة أولا ثانيا قبل كل شي حوار يجب تتحارم مع ولادك يعني التونسي يعني عايشة عهيته كاملة انتي سمت ساعة نخل العنف وانت تحل كتبه تعليم تاني يقلبوه تفرشي ماتش مع ولده والمرأة طعم في تلكون مثال تلقى حتى في الكتب متاع هذيك اللي عاونوا بهم التلم تلقى أشياء المرأة في يعني كل نهارا شفت أشياء من نوع اختطفوا الطفلة واختصبوها وعملوها وشنون يعني في كتب اللي مفروض وانه تعاون تلامدا باش يشترجوا خاصة المتحانات يشروهم في الفترة هذي بتاع الثلاثي الأول الثلاثي 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 في الماتماتيك وقال لا في التربية الدينية او في حاجات كما هاك يعني بكل صراحة الأئمة كلها نقرة في واحد قالها التفسير يا أيوة ناس ونخلق لكم ونذكر ونذكر هو قال لا معناها لما لا ربي خلقها مظل على العوج ونذكر 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 يعني بكل صراحة ثم العنف الرمضي وثم العنف الحقيقي العنف الحقيقي يؤدي كما قلت عملية انتقامية عملية تعذيب عملية تنكين العنف الإجرامي اللي يسبب ولايين ما قتل كما قلته اختصابات و لأنه ثمى مؤسيرات لوعية الإذاعية والتنفذية وغيره المرأة دي ما تفتن دي ما يتقلقن الصورة معناها متاع الطفلة المتحرة وغيره ولا تعمل في نشاطات معينة وكأنها معناها تريفة خارجة على السلم يعني بكل صراحة مازال المجتمع بتاعنا مريف زدا وننصح وزارة المرأة بشتخدم أكثر على هذا المستوى بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التربية احنا كي كنا صغار كانت ثمة مشكلة وأنه يجب يقرعوا الناس كل التونس كانوا خمسة في المئة بالك نسبة التمدرف جاءوا وقت وقالوا قالوا ونسكل أنا مجري للي قريت ساتين في الصباح وساتين في العشية كهو لكن عطاننا تعليم لابس به أنا نقول لك تملك لغات وغيره بدينها من الابتدائي ومتاع كفايات أساسية وحطونا تفل وطفل بعباظهم ما كانتش يحطوا بنيت وحدهم ومولاد وحدهم أو كذا لا لا معناها الاختلاط ولي حلين عينينا هذا متحسين الحاصل عندي أضيقاء أنا وصديقات قراء معايا ما اللي ابتدائي والطوة عزيز علي يكن لها الدنيا تجاوزنا أنا نقول ساعاتك عليش العباد تحب ترجعنا بالتوالي تجاوزنا أخي ما زلنا بشنقش وطوة في اختلاط وفي حديث ذكر وأنثى تشوف تعليق الانجليزي اللي صار ليه كان محترم جدا بالإضاف تقارن باللي قارننا الكلو معناها هوا عننا جهويات وهوا عننا كذلك القطريات الصحة التعبير وانا خير منك وانتي خير مني وهلو يعني الجهات كما واحدة تكلم تقول لنا بنت الحيل فلاني ونكره الناس منطقة فلانية وهلو في إذاعة والأسف زميلة تقولها وكذلك أنفضلوا واحد قالهم المغاربة ومهمش عرب وجاو عبي والأستاذ والأخر قالوا احنا ناكلوكم حيوني والأخر قالوا يجو مناها ما زلنا في عنف رمضي يتحول بالإسطنبات إلى عنف مادي يخي يا شنية الأفكار الأفكار تتحول إلى قوة مادية ما هو حزب ممير سعبات حزب مثالي يعمل أو لقابة تعمل عمل دعائي وعمل تعبوي ثم بعد يتحول إلى قوة مادية في انتخابات في تظاهرات في غير يتسيبوا وبينسو إلى المنطقة لأخوة هي المرأة والطفل الطفل يتضرب في تونس مثال جي تقول لأولدك يسايا يقول لأولدك يشبعني هولدك بتخبط فيه كيف ما يجيش ما يجيش هاي رو ووجب الأشعار يلجم أشعار تقف حي مرأة وووه وووه تقف تدرب وحكي تقول لي بين كوف التقع مشاكل التقع مشاكل في اللول كي ما بين أصدقاء بين الزملاء لا مش العنف المتكرر عند حمو تتربط إمور ما ما هيشي بالعمف المتكرر هو يبدأ مخبري تنجرة وهي عندها كوكوت وتقول اشتراف هو يقول اشتراف عتين وما يجيش يعني يلدم الناس سيفة مهذا روعيب معناها من اللي هي من المرؤة ما قلوش روجولة المرؤة الكلمة العربية المرؤة هي فيها اليومانيزم يعني الإنسان إنسانية رأي المرؤة تتطلبه أنك تعرك فش تتعامل مع الطفل الصغير وطعك فش تحكي معه تتفل لو في فشل تبتيحانيتي يبدأ مفترض ويبدأ خيب ويجيك ساعات ولد تغذره في عينيتي تقولوش عديت ليهو يقول لك بابا هكيكا با لجمبل تفعله تقولو أنت إراضي على روحك فش سانتامات في بايت نجم الدالك حدوخنا لو تشحذو حتى بكلمة صغيرة أما كانت تقولوا واه وأنا تعب ونقوم الصباح وراءها قابلين ونهز فراسة ونصبت بشتي تعملي هكا يولي هو يستنبتك يولي بعد ما أقولك يقولك عديت برقديه ومش ما عدي برقديه ويولي ليسارحك ويسكر في حاجات أخرى عوالم كاملة حيوت مدرقة وهو مو منفرقة ساعات في داخل نفس البيت أنا الحق وزارة المرأة بعثولي يسر مساجات في المدة الأخيرة فيها الشعر وشعر مرأة حول احتلام المرأة والله نحترم هذا شعر نزال قباني أو شعر الوهايبي أو الغزي رلو أما كذلك وزارة المرأة رو ثم عنف مصلة عن نساء في الحقول في العمل في العائلات اليوم ببرامج دوعوي يجب أن تكون قوية جدا رو قبل كانت موجودة رو المرد الاجتماعية في قدة هذه الوظيفة رأي كانت تقاها في حي خاصة في الحياة الشعبية تعرف الكبيرة والصغيرة ليس معناه تنسس على العبان أما تعرف همومهم تعرف بشكلهم غدوة ثمة معونة اجتماعية تعرفوين تتوجه بالأساس البنات اليوم سبعين في المئة في العالم أجمع سبعين في المئة من الجامعات بناتو ما تقولي شي اليوم وأنه هذيها فكوا فكين بقريتهم بذكائهم بضيباتهم هما ولوا النوارة بتاع العالم كنهار معناها شفت سليموني كاملة بتاع عطار جوائز في جامعة أجنبية تسعين في المئة بنيت في جامعة أوروبية قلت تتبع فيها مدة ساعة واش الحكاية لذلوف شخصية ما نبشي وليك وأنه اليوم بكل صراحة يجبنا نقوم بعمل وخرنا وخرنا على قبل علش على خطر كذلك المنظومة كلها محافظة أكثر من اللجوم بما فيها المنظومة بتاع بعد 25 جوليا وبعد 14 جنري يعني مثال أحكيت قضية المساواة بين المرأة ورجل لا يموجودها في الدستور لتعجمهورية التونسية وبالتالي يجب أن تطبق وأي إنسان منتخب يجب أن يطبق الدستور تقول لي أنت سيدي بلا قانون الحريات الفرضية قانون الحريات الفرضية رو قبل كانت التونسية كتخو أجنبي يعتبروهم طولنا ويقول لك لا أخوها يقول ما تورطش معنا وما يدفرين هايشي رو فرين جبانا ثم تطورت الأمور وقالت الطفلة التونسية عند الحق في اختيار الشكول تحب هي بشتي خطع نظرة من عليها على أندي وعندها الحق مش تعطي حتى الجنسية متاحة وهي متجوزة من أجنب القوانين تتطور بتطور الأزماء بعد قالوا لا من المشركين وما بعد قالوا لا ما زلنا نحكيه في زميين ومشركي يا والدي هذي حكيت بتاع قبل بتاع 15 قرن تالي اليوم ما زلوا زميين ما لحنا شو في أوروبا إذا كنا نعتبروهم هنازمين هم أحنا في أوروبا شو أعتبرونا أعتبرونا هذان فدال الي ما هون ميتان وكي ما يقولوا ولي سارزان يزيونهم العقليات هذية هذا يطلب توعية ولو مش صعيب تربي أولادك بالاحترام ويسمع العباد ويعرفوا يربي أولادهم بالاحترام ومن بعد تلقى الي تزرع تلقى لو ثم أطفال من بعد يدور على أولادهم والديهم وثم أطفال من بعد يقطعوا هما زوز أسباب سوفيين تقريبا معناها اللي قاعدين حاليا نشوفوا ونلاحظوا أنهم يسبوا في ارتفاع العنف أول حاجة السكوت على العنف خاصة في أنواع معينة متاع عنف ولا جرام كي ما حالة الاختصاب وإلا المراكي يضربها رجلها خبي ولا المجتمع ما يحبش ولا على خاطر صغارك ولا غيره دونك تبليغ ما يصيرش جملة وخلي هذي المعتدي أنه يزيد يحاول مرة أخرى أنه يمارس العنف والحاجة الثانية هي زادة بطء وإلا التباطئ في العقاب وإلا العقوبات غير كافية للجرائم اللي صايرا ونهنا شوفنا برشة قضايا صارت ضد العنف ولهناي كنا القاوي قل لك عليش حكيته على أمني خي تسأي نحكي على أمني لأنه رمزية هذا العمل أنت نقوله الأمر في خدمة الشعب وقتين القاوي عاون حرس ولا أمني هو ليعتدين مفروض أنه هو ليوفر العنف وقتا نقول لنا لازم راهو حتى أي صفة وأي خدمة راهي ثم تكوين فيها وثم رسكلة وثم اختيار زادة في مواصفات معينة للشخص هذيك خطر يحمل راوزي اللي يمثل الدولة التونسية هذيك عليش نقوله أحنا زادة حتى على مستوى التبليغ وشوفناها وقبلها شوي أجبدنا على حكاية الضحية متاع الكيف زادة كيف كيف اللي كان عاون حرس وعيلتها قالت عيلتها قالت مشيت وشكيت وما صارش التحرك على خطر زميل ثم حاجات لازمنا نحكيوا فيهم لا تختارها بانسوي لا لا معناها كان أمنية وكان جامعية وكان صحافية وكان لعب كوت قدم أو كان كذا وشفنا حالات مدافة على بعض الناس ثم بعد معناها عاودوا لاجعوا لأنه العقاب والمحاسبات وأدي وانه نساني ينجم يعمل اللي حبوا تتغم الحكاية هذه أنا معاك فيها المشكلة الشنوة أنت طوى كان يجيك ضيف للدار كيفاش تكلمون تبدلت لأي الأمور الضيف تقول أخويها والوي في وحطوا في تلك إنه ماذا بيك ما تقلقوش عمال على الجي لا هكا ولا عايشين لو سمع عم في جيم حتى من الوسائلة طوى أنت أنا مثلا حب السينما نتفلش في الفليم أما عملي ما عندي أنت شاكي ما كي لمشي نحظر في تقوس القاعة نفيها السينما ووظلم والإكلان الكبير والدولبي ستريو والوحد لأنه حتى اللي عمل الفيلم لو عملوا على أساس بمعطيات تقنية هكاية للبس لذلك اليوم سمع أشياء غير ديوكتريس قاعدين نعيش في مجتمعات دو بلوز ون بلوز قاعدة تنقص تعرف أنت قبل بيسالة التونسي في الاستقلال كانت العائلة التورسية تعيش في الحوش يسميوه الحوش وسط الدار اللي هو تقريبا كان 800 متر طهو بطل 80 متر 80 متر رو سمع عنف كذلك في الأحيام تعنا معرفتنش بني الأحيام تعنا يعني سمعني تلقى دار فيها 80 متر وفي سهل 6 أو 7 أنفار قاعدت فقصطح ورقوا داب الدكالة ورقوا في الضقاق ورقوا متخبب معنا في تلكينا التقارب اللي يودي فيه في اللغة الفرنسوية هي يمكن أدل في هذا هي كل سن يكون قريب لك لني يفدك يجنك فهمت كيفاش اليوم المنظومة كاملة في أزمة والعائلة بينسور هي كل باعتبار ونوتوانس كل ما زلت العائلة عندها قيمة في تولس عندها قيمة كما في إيطاليا ثم بلدان العائلة ما زلت عندها قيمة كبيرة جدا وهي أكبر مدرسة كيفاش نعملو جديد العقوبات مهمة بينسور حماية تواهو خاتل الرجل وملاعي تعالكم ومعارسين ما حبوا يطلقوا أشي قولهم القاضي يقولهم يا أخو فترة فترة تأمل وفترة صلحية حب يطول خاتل كلك للاعي المصحة العليا للتف لكن زد المشرع أعطى للمرأة التونسية أولا حق وأنها تقوم قضية للطلاع ثانيا طلق إنشاء إنشاء وما يسمى الفرانسيس يسمى ديفوخ كابخيس أما الضرر أو الطراضي أحلى لن أحب أن أقول ليش يا أخو ليش هذه طلاق إنشائي تتحمل فيه مسؤول ومصاريف وقانون أعطى للمرأة التونسية لأن كان حريتي لديها ثمن وثمن وأخو أتخلي بعض الأشياء وحب أن أبطل إخواننا وما يحبش أحكي ثمن أشياء يقول لك نحبشنا زاد العائلة متاعنا بربي أسكت بربي طوي تبدل يا بنتي لو فشخني على خاطر فلفل حار أطلع الليلة ما يشارج منزلت عائلتنا في يلزم نعملوا عمل دي داكتيك كبير شوف مجتمعات كما رواندا عليش ناجحة رواندا رو قتل رواحة مرانينا عشتها وأنا سحافي سرينا نعملوا تسعين لو قمنا الصباح نذكر وقتها قابلت مختار هميمة وقابلت كمال التوتي نحكيه وقلنا شو اللي صار غلاوا قتلوا بعضهم قتلوا بعضهم ثمانمائة ألف واحد بالبسكيكل في الغابات يقتلوا بعضهم التوتسي والهوتو شوف طوى هي من أحصل من الدين العالم عليش على خطر عرفوا كيفاش يمشي فطنوا وانه هي فيها ميل كورين على ألف هذبة وكل واحد عايشوا لهذبة وين يتلقاوا يقتلوا بعضهم جاوا عملوا سلديب وعملوا تقول انتي داتيونال معنى دواميس وجاوا عملوا في المنطقة التوتسي جابوا حطوا هوتو يعمل عمل اجتماعي كبير في ملقة الهوتو يعملوا التوتسي المسألة القديمة من الخمسينات القرن الماضي فنجحوا باش نحاول منسوب العنف الكبير بين الدلماء وهذاكا عطاء اقتصاد طول ومتطول وعطاء مواتنا جديدة وغيره سمحني تونسي اليوم مليزة محبوش يستعفوا بهذا والمنظومة بتاعنا احنا توسموا محافظين مطبعاتنا متجاه العام التونسي التونسي ما هو يساري كان في النقابات وفي الفلوس وفي الزيادة عبر كانت تقول له انتخب يمشي انتخب لك علمين يعني كما الفرانسيسي يقول لك إيزان لابارولا غوشي إيلا بوشا دروات بي اليوم المنظومة هذية يلزم نفكوها لو تجب تكون انت محافظ لكن المحافظة مش معناها تكون عنيف ثم ياسر محافظين وثم ياسر ناش من اليمين في العالم وياسر أحزاب وياسر شخصيات كونية اللي صنعت ما لم يصنعه اي اي انسان اخر لكن احنا ما نفهموها كان نتعنفو على المرأة نتعنفو على الأطفال وهنا وزارة المرأة خاصة عن نوزيرة لهي موثقفة ولي كذلك عندها دراسات لأمال موسى مهمة جدا حول علاقة التونسي بالدين الإسلامي وبولغيبة والإسلام وجامعية ومدرسة جامعية تعرف الديدكتيك يلزم الآن تعمل حاجة كبيرة ياسر عندك هي وعندك عنف آخر ما يحكى عليها حتى حد هو العنف ضد الكبار يعني التونسي خلاج الانتريت رأوا مش الكل اما فيهم ياسر تشوفهم يرعبوا في الكاتل وفي الديمينو يقعدوا في القاوي لا يسمى برامة الشرفية لهم لا يسمى شي حتى يعملوا الحويج طيب العبيدة تعمل تعيش للتصعين حتى يعمل الحويج للكبار للشيوخة هو شيخ من 65 ينتقل إلى مرحلة أخرى ما زال الكهل فيها من 65 اليوم كذلك عندهم مشكلة كبيرة وهي وزارة المرأة والطفل وكذلك المسنين المسنين في تونس قاعدين يتعذبوا وقاعدين معناها لا يتعبنوا معهم بالقدير وهذوك ناس عندهم تجارب وناس ضحاوا وناس خدموا ولو كما واحد متعدنها لملاكبينها قدامه في البطر العربي وشاد وشاد معناها فيدها عكال قالها يا بيمتي بقداش بقداش القوس قاتله تكبر يا والدي وتاخذه بلاش فلوس فهمتي أنت صغير اليوم شاب غدوا أنت كذلك شيخ ولا جد ولا حالك هكرا الله غرب في دور تعريعات المسنين وقعدها اعتدائيت وشوفنا هذي وموثق وصارت فيه ما صارت وميلفيت تفتحت في الموضوع فما بالك بالعنف على الكبار في المنازل على الأقل احنا هنا قاعدين نضويه وللأسف الشديد هي ساعات ما التضوى كانت تصير معناها واقعة فيها عنف كبير لكن على الأقل موضوع يحير مرة أخرى ونعود ونحكيه ونحكيه وخاصة في التشريعات غنية ميزينة برشينة طلبتها من سومية نجم تعبر على قوة المرأة بصوت أمل مهر اللي أدرت نجم زيادة تتعبر بالموسيقى على قوة المرأة وعلى قدرتها على المواجهة نرجعه بعد شوي بش نحكيه زيادة في موضوع مهم جداً موضوع الهجرة خاصة هجرة الكفاءات في تونس